بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم الدرس السادس عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نصب الآيات وأقام البراهين على وحدانيته واستحقاقه للعبادة وبطلان عبادة ما سواه فقال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقال تعالى ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون والصلاة والسلام على نبينا محمد شرع لأمته عند حصول الكسوف لأحد النيرين الصلاة والدعاء والتضرع والاستغفار عبادة لله وخوفا من عقابه وتوبة إليه من الذنوب والسيئات فكان ذلك سنة في أمته إلى أن تقوم الساعة أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونتحدث إليكم في هذه الكلمات اليسيرة إن شاء الله عن أحكام صلاة الكسوف وذلك من باب التذكير والذكرى تنفع المؤمنين الكسوف في اللغة هو التغير إلى السواد ومعنى كسوف الشمس والقمر ذهاب ضوئهما كله أو بعضه وذلك آية من آيات الله وخوف الله بها عباده ليفزعوا عند ذلك إلى التوبة والاستغفار وقد يكون الكسوف سببا لأمر مخوف كما قال تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته صلاة الكسوف فصلاة الكسوف سنة مؤكدة باتفاق المسلمين تواترت بها السنن الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد رواها عنه بضعة عشر من أصحابه وصفة صلاة الكسوف كما بيّنها الإمام العلامة بن القيم رحمه الله فقال لما كسفت الشمس خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد مسرعا فزعا يجر رداءه فتقدم فصلى ركعتين قرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وسورة طويلة جهر بالقراءة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه من الركوع فأطال القيام وهو دون القيام الأول وقال لما رفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم أخذ في القراءة ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع رأسه من الركوع ثم سجد سجدة طويلة فأطال السجود ثم سجد الثانية كذلك ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الأولى فكان في كل ركعة ركوعان وسجودان فاستكمل في الركعتين أربع ركعات وأربع سجدات إلى أن قال رحمه الله ثم انصرف فخطب بهم خطبة بليغة حفظ منها قوله إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخصفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا يا أمة محمد والله ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا إلى أن قال ابن القيم رحمه الله فهذا الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم من صفة صلاة الكسوف وخطبتها وقد روي عنه أنه صلاها على صفات أخر انتهى كلامه رحمه الله وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الكسوف قد يكون سببا لنزول عذاب ولذلك خرج مسرعا فزعا يجر رداءه لما كسفت الشمس وصلى بأصحابه وأمر بالصلاة عند حدوث ذلك وبالدعاء والاستغفار والصدقة والعتق وغير ذلك من الأعمال الصالحة حتى ينكشف ما بالناس وذلك لأن الأعمال الصالحة تزيل الخوف وتدفع العذاب قال تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ووقت صلاة الكسوف من بداية الكسوف إلى نهايته فلا تصلى قبله وإن علم حدوثه عن طريق الحساب ولا تصلى بعده لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم أي حتى يزول الكسوف قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والكسوف يطول زمانه تارة ويقصر أخرى بحسب ما يكسف منها فقد تكسف كلها وقد يكسف نصفها أو ثلثها فإذا عظم الكسوف طول الصلاة حتى يقرأ بالبقرة ونحوها في أول ركعة وبعد الركوع الثاني يقرأ بدون ذلك وقد جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن تجل الكسوف وهو في الصلاة أتمها خفيفة لأن المقصود التجلي وقد حصل ولا يقطعها لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم أيها المستمعون الكرام هناك فئتان من الناس ظلتا في مسألة الكسوف الفئة الأولى أهل الجاهلية ومن يقول بقولهم الذين يظنون أن الكسوف يحصل بسبب موت عظيم من العظماء ولهذا لما مات إبراهيم ابن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصادف ذلك كسوف الشمس فقال الناس إن كسبت الشمس لموت إبراهيم جريا على ما كانوا يعتقدونه ويزعمونه أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم بطلان زعمهم وفساد اعتقادهم فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما أي كسوف الشمس والقمر فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم فبين صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر مخلوقان من مخلوقات الله المسخرة المدبرة ليس لهما تأثير في الحياة والموت بل إنهما يجري عليهم التغير وليس لهما سلطان على دفع التغير عن أنفسهما فضلا عن غيرهما وإذا كان كذلك فإنه يجب على العباد عند حدوث هذا التغير في النيرين أن يفزعوا إلى الله بالصلاة والدعاء والاستغفار لأن لا يكون تغيرا متصلا بالعذاب والفئة الثانية من الناس بعض المعاصرين لما علموا أن الكسوف يعرف وقته بالحساب خف عليهم شأنه واعتبروه ظاهرة كونية عادية لا يدل على تخويف بزعمهم وهذا من جهلهم فإن الذي خلق الخلق ونظم شؤونه وجعل الكواكب تسير حسب نظام دقيق وقد ينشأ عن ذلك الكسوف عند حصول سببه إن هذا الخالق العظيم قادر على تغيير هذا النظام وإحداث العذاب عند ذلك كما تخوفه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق فقال صلى الله عليه وسلم عند الكسوف يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا فكون حصول الكسوف يدرك بالحساب لا يمنع أن يحصل عنده عذاب ويحصل عنده تغيير من الله على خلقه إذا هم غيروا دينه كما قال عليه الصلاة والسلام يا أمة محمد لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته ومعرفة حصول الكسوف ووقته بالحساب ليس جديدا بل هو علم قديم قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وقد أجرى الله العادة أن القمر لا ينخسف إلا وقت الإبدار وهي الليالي البيض وأن الشمس لا تنكسف إلا وقت الاستسرار أي آخر الشهر إلى أن قال وللشمس والقمر ليال معتادة من عرفها عرف الكسوف والخسوف كما أن من علم ما مضى من الشهر يعلم أن الشهر يطلع في الليلة الفلانية أو التي قبلها والعلم بالعادة فيه أي بالكسوف يعرفه من يعرف حساب جريانهما وليس هو من باب علم الغيب انتهى كلام الشيخ رحمه الله وبه نعلم أنه لا تنافي بين الكسوف وإدراكه بالحساب وبين الخوف من حدوث عذاب وتغيير عند ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بالله وبسننه الكونية قد خاف عند ذلك خوفا شديدا ولجأ إلى ربه وصلى واستغفر وأمر بذلك فسنته صلى الله عليه وسلم هي المتبعة في كل زمان ومكان والله المستعان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه